حاجة كويسة حصلت في النادي الاهلي حاجة كويسة اوي مدرب الاحمال كابيلو رحمة خصوص لاحمد الشيخ والصالح جمعة فكرني بدور ريفي زمان لانه انا فاكر كان كابتن مختار ربنا يكرمه يا رب ويوفاهه دايما كان عنده اصابة في الرجبة وكان دور ريفي ده كان مدرب منتخب انجلترا يعني كان مدرب منتخب انجلترا بعد راح يدرب نادي النصر في الامارات اعمال معه طفرة عنيفة جدا فكان يجي للكابتن مختار سبعة ونص الصبح في النادي الاهلي بس كان مدير فاني ما كان ساعتها بقى في المعاونين ولا 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 فهو الصورة دي مهمة جدا انه الراجل ويحلوهم مخصوص لانه الفرقة مع الاجهات فالنهار ده واخدين راحة كاملة هتمرنوا بكرة وعندهم ماتش بعد بكرة وربنا وفق الجميع يا رب ان شاء الله كل الفرقة بلا استثناء يعني فوضح ان الناس دي مركزة في شغلها بشكل جيد وفي لقطة حلوة النهار ده صورة لمسيماني هو بيتعشى مع التقم بتاعه بالكامل في قسط الناس وشكلها جميل حتى واحد معلال قالهم عم مسيماني عم فيلر وهم ناس بيتاكل برة الدنيا حلوة وزي الفل يعني فانا اتمنى للجميع التوفيق يا رب ان شاء الله